السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا احباتي. معكم ابو طارق. وشرح جديد باذن الله عن طريق اه متصفح كروم او اي متصفح اخر عن طريق الهاتف. اه طبعا راح اشرح اليوم اه موقع بيمة لتامين السيارة بارخص الاسعار. نكون بداية بالدخول الى المتصفح سواء كان كروم او اي متصفح اخر. ثم بعد ذلك نقوم بكتابة بيمة.وم بيمة اومان. راح يظهر عندنا الموقع بهذه الطريقة. طبعا عندنا بيمة وعندنا هنا اللغة سواء كانت العربية او الانجليزية. وبعد ذلك عندنا عدة خيارات اللي هي تامين السيارات وتامين السفر وخدم المنازل والتامين الصحي والحياة الانتمانية. طبعا اللي يهمنا اللي هو حاليا تامين السيارات ويبدأ من اربعين ريال. نقوم بالضغط على تامين السيارات. راح نجد راح ينقلنا الى الصفحة التالية اللي هي احصل على عروض التامين. اللي هو طبعا احنا نبحث عن التجديد. وراح تظهر عندنا عدة خيارات اللي هي يجب ادخالها. رقم رخصة القيادة. ورقم الهاتف. ورمز اللوحة ورقم السيارة ونوع التامين. سواء كان تامين طرف ثالث او تامين شامل. نقوم بادخال رقم الرخصة. طبعا رقم رخصة القيادة هو نفسه رقم البطاقة الشخصية. ثم بعد ذلك نقوم بادخال رقم الهاتف ورمز اللوحة ورقم السيارة. وبعد ذلك نقوم باختيار نوع التامين. تامين طرف ثالث او تامين شامل. نضغط على تامين طرف ثالث. راح نقلنا الى مباشرة الصفحة التالية طبعا راح تظهر عندنا بيانات السيارة. طيوتا بلون وتامين طرف ثالث. ممكن هنا نشوف طبعا نوع السيارة. وسنة الصنع وغيرها. وراح يظهر عندنا هنا الشركات. شركات التامين والغطاء طبعا. عندنا الرؤية للتامين. وعندنا الهندية الجديدة للتامين ومسقط للتامين. وكل شركة طبعا عنديها الاسعار تظهر طبعا الاسعار. عندنا مثال عندنا الرؤية للتامين. تامين عمان ثلاثة واربعين ريال. وعمان والامارات ثلاثة واربعين ريال. نفس السعر. ويشمل مساعدة على الطريق وتغطية العائلة. بالنسبة للهندية ثلاثة واربعين فاصل واحد. وعمان والامارات ستة واربعين فاصل اربعة واربعين. وكذلك مسقط للتامين. عندنا كذلك شركة تكافل عمان. عمان فقط ثلاثة واربعين فاصل سبعة وعمان والامارات اربعة بان فاصل تسعة. كذلك عندنا مثل ما نلاحظ عندنا تكافل عمان للتامين. راح نقل هنا سهم طبعا اللي هو عرض المزيد. عندنا ممكن اختيار عدة خيارات اكثر. اه طبعا المساعدة على الطريق مشمولة وتغطية العائلة مشمولة. ممكن اختيار سيارة بديلة مثلا. وراح نلاحظ ان السعر طبعا زاد. ممكن نلغي طبعا في حالة عدم حاجتنا له. كذلك ممكن نضافة تلف الزجاج الامامي وممكن نلغاه اذا ما حبينا. نقوم باختيار التامين المناسب. نفترض اننا اخترنا تكافل المدينة بسعر ثلاثة واربعين. او اخترنا طبعا اللي هو الارخص تقريبا اللي هو تكافل عمان للتامين. ثنين واربعين فاصل سبعة. وبعد ذلك راح يضع عندنا اسم مالك المركبة. كما هو مكتوب في الملكية السيارة. نقوم بادخال اسم الاسم الاول واسم العائلة مثل ما هو مكتوب في الملكية. وراح يضع عندنا في الاسفل المبلغ الاجمالي. وبعد كتابة الاسم الاول واسم العائلة نقوم بمتابعة الدفع هنا طبعا في الاسفل تابع للدفع. وبهذه الطريقة طبعا نكون قد انتهينا من تأمين السيارة. اذا كانت هذه هي الزيارة الاولى لكم لا تنسوا الاشتراك ومتابعة القناة. تحياتي لكم هذا الطارق. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.